اهلا بكم ما هي الخسار المادية والبشرية التي عقبت احداث البصرة هل تمكنت القيادة الجديدة من كشف المتورطين وهل لديها القدرة على كشف من تورط بحرق المباني الحكومية وإعلانهم عبر الإعلام هل فعلا أن هناك شباب معتقلون في أماكن غير حكومية كل هذا وغيره سارتي الكرام ناقشه مع ضيفي الفريق رشيد فليح قاد شرطة البصرة ولكن بعد فاصل سيادة الفريق حياك الله ضيف لأول مرة بعد سينامك لهذا المنصب الجديد وتأخرت علينا سيادة الفريق حياك الله سؤال فينا سيادة الفريق على المشهد البصراوي بعد استلامك هل هناك حصيلة دقيقة للخسائر للمباني للأرواح بشكل عام هل هناك حصائية دقيقة لديكم بسم الله الرحمن الرحيم بدءا حتى لا نسرق جهود الآخرين وجدنا هناك نشاطات أمنية واستخبارية وعسكرية كفيلة بمعالجة الموقف ومطمئنة لأهالي البصرة والشق الثاني لهذا الموضوع أن الذي شجع القوات الأمنية على هذا النجاح في استقطاب العناصر السيئة وحصر العناصر السيئة هم أبناء البصرة الشرفاء حيث خرجت تظاهرات أخرى تندد بالمندسين الذين حاولوا الإساءة إلى المتظاهرين وإلى تاريخ البصرة الحضاري المعروف بدءا لا بد من الحديث أن التظاهرات مشروعة واليوم الآن عدت من مكان كانت هناك تظاهرة بعدد 250 عنصر أمنت الحماية للشرطة من الجانبين جانبي الطريق واستمرت حتى تفرقت التظاهرة لأغراض تأمين الحماية وعدم الاحتداء عليهم بناء على طلب الشارع البصري والمتظاهرين بوجود الشرطة والقوات الأمنية لتأمين الحماية إلا أن النفرق اللي تتحدث عنه مدفوع ومدروس فعله ونشاطه بشكل واضح تماما وأطمئنك وأطمئن إخواننا وكل شعبنا العراقي والبصرة ألقي القبض على عدد منهم وسنفاجئ الجمهور ما هي هذه العناصر ومن كان وراءها وما ما هو القصد من التخريب والحرق والتدمير لمدينة البصرة سيادة الفريق أما على الخسائر البشرية حتى في حرق المحافظة وفي حرق المجلس نعم دعم استمر استرسل نعم أنا أريد الحصائية الدقيقة إذا عندك سيادة الفريق إحنا الآن ثق أنه في مدى المحافظة لن تحصل هناك أي خسائر حتى في مجلس المحافظة لابد من سوء القدر عناصرهم الذي كان يحترق في داخل مبنى المحافظة داخل مبنى المحافظة فالأعداد لا تتعدى عدد الأصابع لأننا بصدد نفرز ما بين جرائم القتول العادية ولربما هناك عملية تصفية هناك اغتيال هناك خطف هناك موت طبيعي من خلال الآن بصدد الانتهاء منها صباحا يوم غد بالتوافق مع الصحية الصحية ولن تتجاوز عد يد واحدة وليس يدين هذا واحد الخسائر المادية أيضا ضئيلة جدا إلا أن الخسائر المحنوية كبيرة كنا نتوقع أن المواطن الآن يساهم في بناء في تهيئة الفرص التاريخية لتشكيل حكومة إلا أنهم دست بعض العناصر التي أساعت أولا للمتظاهرين ثم أساعت إلى تاريخ البصرة طيب سيادة الفريق تحدثت قبل قليل أن هناك عملية قبض حدثت على يدكم هؤلاء العناصر هل هم فعلا مرتبطين بأحزاب سياسية أم بولاءات خارجية أم هم فعلا من شباب البصرة تحديدا أتمنى صراحة سيادة الفريق أنت أمام رأي العام وأنت صريح ولأول مرة نعم التحقيق لن ينتهي بعد مع هذه العناصر ولدينا صولة أخرى في إلقاء القبض على العناصر التي استطاعت أن تنذس من بين المتظاهرين وليس سرا إذا أعلننا الآن باستعادة كل الأشرطة وكل الكاميرات وحددنا هذه العناصر ولدينا موقفين فعلا وسيعلن عنهم في مؤتمر صحفي كامل في كل القضايا التي اعترفوها بس أطمئنك ليس هناك من الأحزاب السياسية العاملة في الساحة البصرية من هؤلاء العناصر وأطمن أيضا الشارع ليس هناك من جاء من محاولة الأنبار أو محاولة صلاح الدين أو نينوى أو بغداد هذه أقاويل رددت مع الأسف بشكل خاطئ من قبل بعض الجهات أن الفاعل وسيخرج ويعرفو أبناء البصرة من العناصر مع جل احترامي وتقديري للمتظاهرين عناصر سيئة لديها سوابق جنائية لديهم دعاوى في موضوع المخدرات والحبوب والكبسلة والبعض يعيش عقدة نقص من خلال بعض الأمور والمؤشرات الحياتية في عائلته وسنعلنها بكل صراحة خلال أيام هؤلاء أراد أن يعوضون هذا النقص من خلال ركوب الموجة والدخول مع المتظاهرين والإساءالين اليوم المتظاهرين اللي انطلقوا بحدود 250 عزلة وبحدود من 10 إلى 14 عزلهم قلوا لهم يا بيتم موهنة شون جيتوا ما نعرفكم يعني كان عندهم نوايا سيئة المتظاهرين من أبناء البصرة الشرفة واللي فعلا يطالبون بالمياه والكهرباء والخدمات سيادة الفريق حتى يعني يعدي كثير جدا من الأسئلة والمحاور وفيسبوك لكن الأبرز للناقشة هل الفريق رشيد فليح مستعد أن يحمل بصرة دون الاستعانة بالعشائر والحجد الشعبي طوال السؤال يعني ذو شقين إحنا اللي يعاوننا الآن اللي يعاوننا الآن بالخفى هم أبناء البصرة اللي متمثلة بالعشائر والحشيد ولكن نزولهم إلى الشارع كقوات أمنية ما نحتاجهم ناس الآن في أماكنهم معززين مكرمين إذا الشيخ العشار الفضلاء وإذا قوات الحجد اللي قدمت الدماء والتي نقضت العراق الآن في أماكنه ومستقرة واللي يقود ويمارس الملف الأمني في البصرة هي القوات الأمنية وصلتنا تعزيزات وأنا أتحدث معك الآن عبر الواء زائد من منطقة ميسان باتجاه منطقة البصرة جيد من قوات الداخلية البطلة ذو المدرمين تدريب خاص قوات الرد السريع وقبل قليل أعلمي الأخ لواء عباس وصلت طلاعا هذه القوات ودخلت إلى البصرة الآن لديها قوة كافية ولم نحتاج إلا المشورة والدعم المعنوي جيد جدا من أخواننا العشائر والحشد جيد سيادة الفريق اللي قبل حضرتك واللي قبلك واللي قبلك على مدى أكثر من عشرة إلى ثلاث عسنة لم يتمكنوا من حصر السلاح بيد الدولة وحصر السلاح بيد قيارة العمليات هل الفريق رشيد فليح مستعد أمام الملأ وتتعاهد بفترة زمنية سيادة الفريق أن تحصر السلاح بيد الشرطة حصرا وبيد قيارة العمليات أم أنك لن تستطيع السيطرة على هذا الكم الهائل من السلاح المنفلت سيادة الفريق فضل الموضوع يعني ليس عصر سحرية يعني هناك سيصبح علاقات ومؤتمرات مع الأخوة العشائر سيكون السلاح بيد القوات الأمنية من هي القوات الأمنية الجيش الشرطة الحشد ما دام الحشد جزء من القوات الأمنية بموجب قوانين خاصة فالحشد يمتلك السلاح لواجباته الخاصة تقصد العشائر واستخدامها للسلاح وامتلاك السلاح نعم الطام الكبرى لدينا بعض من العشائر وبعض من القرى وبعض من القبائل تمتلك سلاح كبير جدا واعتداء كثيرة جدا وسيصار إلى إلى أولا سنبدأ بعشائر معينة كثيرة الخصام مع جاراته وسندخل بتطويق هذه المناطق والتفتيش والبحث عن السلاح وبقية العشائر ستخفي السلاح تماما موضوع عدم وجود السلاح لدى العوائل أعتقد تستطيع أن تعرف أنه في الولايات المتحدة الأمريكية السلاح مضاح في الشارع ويمكن أن يشترى أم الأجزة الـ 14 جاز أم الأميركي وتدعي أم الديمقراطية وهناك طالب يأخذ السلاح والده ويقتل طالبه في المدارس ثانوي ومتوسطه السلاح موجود إلا أنه استخدامه هنا في مناطق البصرة خاصة في شمال البصرة بشكل غير سليم وسيء وسنضع خطة قريبة إن شاء الله بعد الانتاء من هذا الموضوع بسحب الأسلحة الثقيلة وممكن أن نكتفي بوجود بندقية واحدة للبيت أو مسدس لأغراض حمايوية سيادة الفريق يعني حصل لغط بموضوع تنصيبك كقائد عمليات ولكن بعد ذلك بساعات تفاجأ الإعلام والتفاجأ الرأي العام بنقلك كقائد شرطة هل لدور محافظ البصرة دور في قضية تنسيب ونقل وتعيين الفريق في ليح في منصب قائد الشرطة أو قائد العمليات شنو هذا اللغط اللي صار ولماذا تم تغيير سيادة الفريق فضل اسمع لي أقول هذا اللغط سببه أنتو العلاميين ولو نظر لا ديواني ولا وزاري نمو أن علاق يعني شيء أو بالخبر لم يكن هذا إحنا خلينا نعرف كل زين إحنا جنود إحنا جنود أينما نكون أطلب مني أن أكون مديرا للشرطة حفاظا على مدينتنا وعلى بصرتنا وعلى بلدنا وأدينا الواجب ولو كان الموقع أقل من هذا حتى لو يكون أمر سريع سكنت أمتثل لأمر القادة العام للقوات المسلحة لدفاع عن مدينتنا ولغرض معاونة أخواننا هنا ولا فرق بين هذا وذاك وجدت هنا القوات الأمنية متمثلة بالأجزة الأمنية كل يعني مجتمع كأسرة واحدة وكخلية نحل تعمل بدون أي مقاطعة أو تقاطع بين هذا أو ذاك سيد الفريق هل فعلا هناك ميليشيات حتى تنتقل لأسئلة الفيسبوك هل فعلا وجد السيد الفريق رشيد فليح وجود ميليشيات منفلتة فعلا حسب اطلاعكم وحسب التقارير الأولية خارج عن إطار الدولة لا أكر وبكل مصداقية احنا لدينا في وزارتي الدفاع والداخلية هناك عناصر سيئة تسيئ إلى الوزارتين من خلال العمل اليومي ومالك ألقي القبض عليها تجد المخطط أو المنفذ أو المساهم ينتمي إلى هذه الوزارة أو تلك فما بال أن يكون الحشد به عناصر سيئة إلا أنها لا ترقى إلى مستوى المقاتلين والشهداء والدماء اللي بدلها الحشد واللي قدم نعم هناك مجاميع صغيرة تستثمر الهوية وتستثمر السلاح وتستثمر العجلة وتقوم بجرائم شخصية لا تمثل الحشد ثق أنا ألتقيت بكل قيادات الحشد هنا الأخوان وأعرب عن دعوهم للقوات الأمنية وتعاونهم لا بل قالوا إحنا وياك في عملية مدامة وإلقاء القبض على أي عنصر من عندنا وتطينا تليفون بعد إلقاء القبض عليه لغرض أن نعاونك فالعملية ليس كما يتصور البعض جيد جدا لن أجد لحد الآن بكل صراحة لن أجد الآن خلية أو مفرزة من الحشد تساهم سلبا في البصرة سيادة الفريق بماذا تفسر بماذا تفسر مغادرة الأعباد لمحافظة البصرة السريعة هل هناك تهديد أمني لرئيس الوزراء علما أنه تعهد بالبقاء في هذه المحافظة لفترة أطول حسب معلوماتك يعني نحن جزءاني هذا الهاجس الأمني يخليني أتحدث إليك بصراحة أي يعني أنا أتذكر رئيس عراقي رات يسافر إلى الرباط في مؤتمر قمة فاحتضرت الخارجية قالت ما يمثلنا وما يجي الرئيس راح ندز النائب ماله والنائب ماله وصل واستقبله بعد دقائق دخل الرئيس العراقي إلى القاعة للاجتماع هذه أساليب وإجراءات أمنية من شأنها أن نحفظ قادتنا ورؤسائنا ورموزنا يعني يقول أنه يروح أبقى عشر أيام أبقى ست ساعات هذا موضوع يعني تعبير مثل ما نقول عبر بص حتى الناس تعرف مسؤول أنت لازم تحمي أما ذهابه بسرعة بالعكس السيد رئيس الوزراء القادة العام للقوات المسلحة المحترم حضر إلى قيادة العمليات حضر إلى مشاريع المألية المشكلة الأساسية في البصرة والذي بدور كبير وفريق عمل العتبة العباسية وكذلك العتبة الحسينية زار المشروع وأمر ببعض الإصلاحات واشتوحه أثن مرة وحضر إلى الشيراتون عفوا والتقى بالعشائر وكمل زيارته وطلبنا من عنده إحنا حتى نأخذ راحتنا مع الفريق الباقي أن يأخذ راحته وقيم أنه زيارته جيدة كانت وأنه كل الموافقات على الجيد يعني التخصصات المالية وما شافة فماكو حاجة أن يبقى بعد أكثر من هذا الوقت وغادر ليلا وهذه زيارة الرئيس الوزراء حتى للدول يروح يرجع بنفس اليوم فالبصرة ترك فريق عمل كامل والسادة الوزراء ولا زال أكو فرق من المستشارين من الأمانة العامة ومن الوزارات تعمل للجالب الخدمي سيادة الفريق أنا أعرفك حقيقة صدرك متسع لأسئلة المتابعين والمدونين في الفيسبوك أتمنى صدرك التسع لما راح أطرح عليك من بعض المتابعين لجهدك والمراقمين زميل مخرج الفيسبوك الأول نعم اسمعني سيادة الفريق شباب فيسبوك طيب أحمد يقول هل يستطيع تحجيم القوات المسلحة التي لا تنتمي إلى أجهزة الأمن والداخلية والدفاع سيادة الفريق أقل من دقيقة نعم نعم بحاجة إلى دعم من أقل أقل من دقيقة نعم قادرين خلال أيام القريبة القادمة سنشرع بهذه المهمة طيب سؤال الثاني سيادة الفريق الأخ علي الربيعي يتحدث أيضا بالشكل العام يقول هل يتم أو هل يستطيع حصر السلاح وأن تكون حصر للقوات الأمنية وما هي الخطط البديلة سيادة الفريق إليكم في حال وجود هذا الكم الهائل من السلاح فضل نفس السؤال الأول والإجابة الأولى سنشرع بعوني تعالى وحصن على دعم من بغداد معناه وسيتعزز إن شاء الله بعد تشكيل الحكومة الجديدة ووعدك إننا إذا أخفقنا سنغادر كرسي المسؤولية ونترك العمل لأن هذه المدينة مدينتنا وسنجسد كل خبرتنا القديمة بالتعاون مع الأجزاء الأمنية الأخرى هنا وسيحصر السلاح فقط في القوات الأمنية ولكن لا يعني نسحب كل بندقية ومسدس من بيت لا يفسر هكذا وإنما الأسلحة التي تتجول والتي تخطف والتي بحجلات خاصة سننعها تماما إن شاء الله من خلال تجسيد الخطط اللي بدأنا بوضحها الآن طيب سيادة الفريق نسمع أيضا السؤال الأخير حتى نكمل بقية الأسئلة طيب هناك من يتحدث سيادة الفريق نعم عن تعامل بشكل عام حتى يعني اختصر لك الأسئلة بمجملها هناك من يتهمكم سيادة الفريق بوجود عمل غير مهني في الأنبار وفي سامره كيف تردون وهل ستكون هذه السياسة فعلا متبعة في البصرة أم لك الحق في الرد سيادة الفريق تفضل يعني مالري جاب موضوع سامره والأنبار أسئلة المتابعين ممكن أن يشار أنه بأصابع الاتهام ومستعدين لذلك والعكس الذي حصل فيه سامره الذي حصل فيه سامره يعني زدنا من الجسور المحبة والتآخي بين أبناء السامره وبلد والدجيل وبغداد وصارت علاقة طيبة وبدأوا الزوار يرحون إلى الإمامين العسكريين كالتالاف زار يومي وروح يجون طلقة ما طقت عليهم خلال ست سنوات والعلاقة طيبة ولا زال تواصل عندي مع أبناء سامره وشيوخه ومشايخه وكذلك الأنبار أكثر من رسالة تجيني بالفيس يقولون تعازينا نعزي أنفسنا على نقلك من الأنبار وكذا اندل على شئ على علاقتنا طيبة وعملنا بمهنية جيد وأنا لن أأتي لن أأتي من خارج أسوار المؤسسة الأمنية والعسكرية وإنما أنا ضابط خريج كلية الأمن القومي الدورة الثانية وملازم منذ الثمانينات الثمانين ولحد الآن درجة ولكن هناك من يتحدث سيارة الفريق حتى نكسب الوقت أن السيد فليح جاء بدعم وتوصية من المحافظ أسعد العيداني على اعتبار العلاقة الطيبة والمتينة ما بين السيد المحافظ أسعد العيداني هل فعلا هذا التأثير حصل سيارة الفريق أم أن التعين كان مفاجئ لكم والله شرف كبير أن يكون علاقة طيبة مع الأخ أسعد العيداني السيد المحافظ سيما أنه كان صديقي بالسجن في أبغرير قسم الأحكام الخاصة أكثر من أنا مضيط خمس سنوات هناك في سجن أبغرير فمو غريبة أن نستثمر هذه العلاقة لدعم قواتنا الأمنية وللاستفادة ومصر مقاطعة وهذا شيء لازم يسر الجميع لما تكون القوات الأمنية هي بعلاقة طيبة مع المسؤول أو المحافظ أما هو سبب في تعيني والله بعد ما أعرف وإنما السبب أو في التعين أنا استدعاني السيد القادر عن القوات المسلحة وطلب من عندي أن أتوجه لهذه المهمة ونفذنا المهمة كما حصل في تعيننا في الأنبار لما طلب من السيد القادر العام أن أذهب إلى الأنبار قائداً للحشد بعد أن كان هناك تأثير صحفي قوي في الولايات المتحدة على تسليح العشار السنية بغير تحرير العراق الرمالي والمصر بعد ما محضارة والحمد لله وشكرنا نجحنا بمهمتنا مثل ما يقولون للناس بالأنبار طيب سيادة الفريق هل هناك حماية خاصة وضعت من قبلكم على القنصليات السفارات وأيضاً الشركات الأجنبية العاملة في الحقول النفطية اليوم كان عندنا لقاء مع الأخ قادر العمليات وشرعنا بتعزيز الحماية لكل الشركات الاستثمارية والبعثات الدبلوماسية وأقول لك شيء جديد أعلننا أنا والسيد قادر العمليات أن موضوع حماية أضيوف البصرة من المستثمرين والشركات والبعثات الدبلوماسية نعتقده هو جزء من أعراضنا ومن شرفنا العسكري والأمني والشخصي وسندافع عن البعثات الدبلوماسية والمستثمر والشركات بقوة ولا ندخر أي جهود أو أي قوات أمنية في الدفاع عنها جيد سيادة الفريق اليوم يعني أغلب الناس وذوي ضحايا البصرة شباب البصرة يتساءلون من المسؤول من المسؤول وأنت صريح سيادة الفريق وأتمنى يعني ما تخفي هذه المعلومة وأرجوك من المسؤول عن مقتل واستهداف شباب البصرة هل فعلا القوات الأمنية اتهام واضح لقيادة العمليات بالمتمثلة بيا سيد الشمري حسب معلوماتك من المسؤول ممكن يعني المواطنين والمتابعين لهذه القناة الجميلة قناة الرشيد أن ينتظرون من ثلاثة إلى أربعة أيام أو خمسة أيام أتقر المراجع الاستخبارية إنه اللي في بغداد وبعد أن يصير مؤتمر صحفي ونحل الأسماء وسيعرفون كيف اندست هذه العناصر ومن هي وكيف استخدموا بعض الإسلاح والقناصات للإيقاع بالأجزة الأمنية والمتظاهرين في آن واحد لخلق فتنة كبيرة واقتتال بين أبناء الشعب الواحد بعد أن أخفقوا في كل الحقول في كل الميادين أرادوا اقتتال أبناء البصرة ولا يروق لي أن أقول اقتتال شيعي شيعي اقتال بصري بصري حتى الثمن مدفوع والتخطيط قوي جدا من جهات بره وسيتعلن الأسماء بالقريب العاجل إن شاء الله طيب سيادة الفريق يعني أنت تبرع قيارة العمليات والقوات الأمنية طيب من استهدفهم إذا كانت هذه الثلة هي تابعة للخارج هل هم داعش هل هم تبع لدولة جارة مثلا على سبيل المثال أم دول تبع لهذه الثلة حدثنا سيادة الفريق أكيد عندك معلومات حتى يصير السبق لحضرتك وهيضا لقناة الرشيد أنا أنا لا أبر قيادة العمليات نعم لا أبر قيادة العمليات ولا أبر قيادة الشرطة ولا أبر أحد ولكن لا يجوز لي لا يجوز لي أن أسبق نتائج المجلس التحقيقي هناك مجالس تحقيقية هناك تحقيق في مراكز الشرطة أولا من حيث الجثث وهناك تحقيق أصلا في استخبارات وزارة الداخلية البطلة مديري استخبارات مكافلة الإرهاب والذين موقفين وستعرف من أطلق الرصاص على بعض المتظاهرين هذا شق ولكن الشق الثاني أنت قد يكون صريح أي ماذا تنتظر من قوات أمنية حينما ينفرد مندسين وليس متظاهرين بحرق مكان أو اقتحام مكان رسمي يعني شي سوي ذب البندقية وينهزين أمامهم إذا كان في قنصرية وإذا كان في مرنة محافظة شي سوي طب شيئت عليهم حرك زياد آلم يتقدم عليهم عدو وليس متظاهر إذا أقول لك عدو يعني أشمر عليهم ورود وزهور حتى أشجع الآخرين شون يعني أكو قواعد اشتباك محددة إنه بكل القوات الأمنية ولكن أكو عمل يد دفاع عن نفس طلعلي فيلم واحد من المتظاهرين اللي تعرضى قناة الرشيد على مدى 15 سنة شوفوا المتظاهرين اللي بيسهم واللافتات اللي يحملوها والشرطة اللي يتحيطهم بالطريق من اليمين واليسار منه شال بيده هراوة أو عصى أو ستين أو كذا أما إذا شئت عنصر ويحرك هذا الحرك منه سوى سوى القوات الأمنية طيب هذه البيوت اللي احترقت والأبنية اللي احترقت منه سوى سوى ناس معادين ناس مندسين أرادوا أولا لساءة حتى للمتظاهرين لازم اتخذ إجراءات يوهم والآن يقول لك أنا البصرة بصرتين أنا ابن البصرة أنا ابن البصرة إذا ما حصل لا سامح الله وانفرد عدد من المتظاهرين لاستخدام السلاح في تخريب المال العام والمال الخاص سنتقد أقصى الإجراءات ستتغير قواعد الاشتباك وسنعتقد إحنا نتعامل مع مجرم جنائي وليس متظاهر سلمي جيد سيادة الفريق قبل شوية قلت لي أنه مسألة اتهام الأبناء في المحافظات الغربية أو محافظات أخرى هو عارع عن الصحة كما تحدث به بعض القادة والضباط في محافظة البصرة حقيقة هذه رسالة طمأنة للشارع العراق أليس كذلك؟ نعم 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 من خلال الطلاع نوع عما نوع عما طلعت على بعض المجالات التحقيق لن أرى هذا الموضوع بوضوح قد يكون هناك من هو خلف أسوار الحدود في دولة أخرى يوجه ولكن ليس من بينهم من أبناء الأنبار أو صلاح الدين أو الموصل هذه محاولة لإرباك الوضع محاولة لخلق احتقان طائف جديد ولكنها مع الأسف تصرعوا الأخوة في الإعلان عن هذا السيئين موجودين واستثمروا وخطق لهم ودفعهم وركبهم موجة التظاهر ودخلهم دسهم أما المتظاهرين السلمين أقول وبكل صراحة أصحاب حب لأن الوضع الخدمي والاقتصادي والمادي في البصرة لا يطاق ومؤسف جدا لهذه المدينة التي تغذر عراق كله وليس لديها ما تشربه طيب هل هناك تقاطع في الخطط الأمنية مع قيارة العمليات وهل رأيت سيادة الفريق موضوع أخطاء فادحة تركتها القيادة السابقة في محافظة البصرة يعني خلونا شي خاص بنا يعني بالعمل الشرطوي خلونا شي خاص عملنا مع مراجعنا يعني أكو إحنا ما نلقى خطائر راح نبصر به وذا خطأ مستفحة بإرادة تغيير مثل ما وجه السيد وزير الداخلية المحترم واللي حضر بنفسه وطلع على جزء من هذه الخطط وقوم منها وصحع بها وأيضا طلب من عندنا نكتب له لكل المقترحات حتى يأخذ بها إن شاء الله طيب سيادة الفريق هل هناك يعني لا زالت التحقيقات مستمرة مع قادة التظاهرات بمعنى هل هناك عمليات ملاحقة لا زالت لقادة المتظاهرين وهناك من يتحدث سيادة الفريق عن وجود اعتقالات حتى الآن لقادة التظاهرات ولا زال أغلبهم يعني داخل السجن سيادة الفريق مدى صحة المعلومة بس تسمحني صحيح صغير فضلا ليس هناك كمصطلح أو مفردة قادة التظاهرات لأنه يعني الجو تفاجئ إذا أقول لك أنا قبل ساعة شلت ملتقي بأحد قادة التظاهرات قادة التظاهرات بيهم ناس سلميين بيهم ناس اليوم وخذ مني كلام ويعرفون إخوانا بالبصرة اليوم في تظاهرة اليوم 250 استمروا وطلبوا من عدنا عزل من 10 إلى 13 15 واحد طلبوا من الأخ اللي هو عباس قاد الرد السريع أن يعزل ذول قالوا مشكوك بهم ذول يعدوا من نوايا سيئة وفعلا عزلوا على صفحة وبقتل 250 وصلوا إلى هدف معين وتفرقوا بكل هدوء ليس هناك ملاحقة لقادة التظاهرات ولن نأذن لأنفسنا أن أن نلقي القبض على متظاهر سلمي لن يفعل شيء سلبي اتجاه المال العام والمال الخاص أبدا ولكن هناك عناصر مجرمة مندسة نعم لقادة القبض ويستتمر ملاحقتهم ولدينا صورهم واسماهم واحترافات كاملة ولكن بيهدوء بعد اخذ الموافقات القضائية الأصولية سيتم القادة القبض عليهم وليس هم قادة التظاهرات وإنما عناصر سيئة مندسة طيب سأتفرق كلمة أخيرة لحضرتك إلى الشعب العراقي وإلى الشعب البصري على وجه التحديد ألا ستسمحون بخروج تظاهرات أيضا مماثلة لهذه التظاهرات أم أن المنع ربما سيكون حاضر بقوة في قابل الأليان إذا عندك عندك واحد يتظاهر بالبصرة خابرة خلي خابرني باشرة أمل حماية يطلع يتظاهر بشكل سلمي وفق واحد التظاهرات السلمية المطلوبة أي واحد عندك تبلغ أي واحد يعني تتسطوم بيريديو نجول خابرنا تلفونيا نطوم موافقة هذا جدا عادي لن نمنع تظاهر سلمية تطالب بخدمات تطالب بحقوق المتظاهرين أما بقية العناصر المندسة لن نسكت عنها وسنطارد واللاحق لأنها مطلوبة جنائيا مطلوبة قانونا مطلوبة أن نقصرها ماديا أقل تقدير تضمين الحرق اللي يتم والترويع إلى كل أبناء البصرة اللي يتم طيب سيادة الفريق حقيقة أيضا أما إذا عن رسالتي فأطمئن أهن و نعم 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 سيادة الفريق وأيضا أيضا السؤال الحقيقة اللي ورد قبل من ضمن الإعداء سيادة الفريق هناك من من يتحدث من ضمن أعضاء مجلس المحافظة أنه العمل السياسي هو الذي تدخل بالعمل الأمني وأربكة العملية الأمنية هل أنتم مستعدون أيضا للضغط السياسي راح تغضعون لأي ضغط السياسي من المحافظة الحكومة المحلية الأحزاب غيرها أم أنكم ستكونون مستقلين جدا جدا عن أي إجراء أمني يتخذ ويتبع في قابل الأيام السيد وزير الداخلية المحترم وجه ودعمنا بشكل قوي أن من استجيب لكل هذه التخرصات ولكل هذه التدخلات نعم هناك احتقان سياسي موجود ساهمنا في عدم في عدم قدرة وفاعلية القوات الأمنية التي كادت أن تمنع هذه التظاهرات وهي في المهد ولكن بالأيام القابلة إن شاء الله سيتم التفاهم والسيد المحافظ مشكور أيضا طلب من عندنا أن نأخذ مدانا بالعمل وحريتنا بالعمل دون الرضوخ لأي ضغطات سياسية لا من هنا ولا من هناك طيب الكلمة التي حبيت تذكرها وقاطعت حضرتك شنية تفضل لا العفو احنا تحياتنا الشعب البصري وشكرا للتعاون هم الكبير جدا وشكرا للمعلومات التي يمطونا إياها اليوم اليوم قبل ما أجيك لقوا القبض في شرطة العرق الزبير على عصابة تحمل أسلحة من بي كي سي ومخدرات حبوب الكرستال وما شابه على ضوء معلومات من المواطنين اليوم المواطنين حددونا مسار التظاهرات اليوم المواطن بيشيل تليفون ويتصل بنا وثق سيل من المعلومات من المواطنين الكرام بالبصرة هم الذين حفظوا الأمن هم الذين ساهموا أكثر من القوات الأمنية في حفظ أمن البصرة نعم تحياتنا علومة تحياتنا لشعبنا العراقي ليطمئن ما حصل بالبصرة هي محاولات إجنائية نعم نعم نحن أكيد للقاءات أخرى سيادة الفريق وأيضا شكرا لوجودك معنا في قناة الرشيد لأول مرة بعد السلامة لهذه المهمة ووفقكم الله في عملكم الجديد الفريق رشيد فليح قائد شرطة البصرة كنت مباشرة معنا من هناك شكرا لك سادتي الكرام شوفكم إن شاء الله لأسبوع الله إلى اللقاء